تعال نروح بقى للموضوع كهرباء سمعت المحامي التونسي علي العباسي مع الكابتن أحمد شبير مبارح في مكالمة مطولة كبيرة يعني كان بيشرح فيها كل حاجة وبيشرح فيها جواب طيب علي العباسي بيقول إن كهرباء هيلعب بعد يوم 12 وإنه فترة الإيقاف هتنتهي يوم 11 ويستطيع إنه يلعب يوم 12 تمام وقال كمان حاجات مهمة جدا بقى برضو بوصلها لزملاء كتيرة جدا الصحفي أحمد جلال الصحفي محمد شبانة يعني كل الناس اللي قالت إنه إن كهرباء هيدفع نص الفلوس يعني المحامي بقى كهرباء قال لا كهرباء هيدفع الفلوس كلها والنادي مش موجود النادي اختفى من على الوجود وبالتالي الزميل محمد شبانة أحمد جلال أي حد كان بيقول إن كهرباء هيدفع نص الفلوس بس ويلعب كلام غير صادق وغير حقيقي وكمان قال إنه والله أنا مش عارف الناس بتتكلم على قضية كهرباء إزاي يعني ده الزمالك كان عايز 11 مليون دولار وإحنا واتحكم له ب2 مليون بس وكأن علي العباسي المحامي بيقول يعني إن الزمالك كأنه خسر القضية يعني وإن 2 مليون دولار بس رغم إن هو كان عايز 11 مليون دولار طيب وهنا السؤال قال لك إحنا عايزين ندفع المبلغ بس بالتقسيط بس الزمالك مش موافق إنه ياخد الفلوس بالتقسيط معين اللي 2 مليون دولار دول إما اتحكم فيهم والدوله 45 يوم عشان يدفع كانوا حاجة و30 مليون جنيه كانوا 32 مليون جنيه يعني يبقى كعرباء يدفع له 15 الأهل يدفع له 10-15 يعمل له إعلانات خلصة القصة وكعرباء يلعب من أول الموسم لكن هو مفيش رغبة عند النادي الأهلي إن كعرباء يلعب فيش رغبة وأنا بقول لكم كمان إن كعرباء لو جيه جواب من الاتحاد الدولي إنه يلعب يوم 12 في ناس مش هتبقى مبسوطة إنه يلعب لإنه ممكن يلعب ده لو حصل يعني ممكن يلعب مثلا مطش مطشين ثلاثة ويتوقف تاني 8 شهور فلو تلعب مطش مطشين ثلاثة ولا حاجة وزهر بمستوى كويس ولا حاجة هيكون في ضغط إنه لازم يلعب وإنه لازم يتأيد وإن لازم نتفع له الفلوس ولو في رغبة أساسا إحنا بنقعد نسمع والله فيه لعيب كويس جدا هيجي بمليون وسبعمائة ألف دولار فيه لعيب كويس جدا 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 برازيلي بيلعب في اليابان هيجي باتنين مليون دولار فيه لعيب كويس جدا اسمه سافيو جيب مليون وخمسمائة ألف دولار طب ما يعني فيه فلوس هو يعني لكن كعربة كرت محروق مش كرت يعني إيه خلاص بقاله أخر مطش لعبه في حياته رسمي كان في الدولة التركي يوم 22 مايو يعني عارف 22 مايو وكان على دكة البودلاء طول الوقت قبل ما كان أخر مطش لعبه تقريبا مع النادي الأهلي كان في في شهر 12 اللي فات من سنة تقريبا مع النادي الأهلي قبل ما انتقل في يناير بقى النادي التركي بعد ما موسيماني رفض يعني إن هو يكمل يعني فاللي أنا بقوله لكم إن نادي الزمالك مرة واثنين وثلاثة لكل الإعلاميين اللي بيتفرجوا وهيتفرجوا علي نادي الزمالك كسب القضية نادي الزمالك مش هتخسروا القضية أوعى تفتكر إن فكرة إن كهربا لو لعب بعد ست شهور إيقاف لعب له ماتشين ثلاثة ورجعت وقف ثمان شهور نادي الزمالك عايز فلوسه تمه كهربا وهو هربان من نادي الزمالك لعب في النادي الأهلي وقعد يلعب سنة في النادي الأهلي بطاقة مؤقتة ولعب قبلها في النادي البرتغالي هو ملعبش طبعا كان بصيف الساحل ولعب أيضا في النادي التركي راح ترف في تركيا ورجع على النادي الأهلي نادي الزمالك ولا تفرق معا كهربا يلعب ما يلعبش يتوقف ما يتوقفش يعني خلاص هو عوقب أساسا وتوقف ست شهور وتغرم غرامة وربنا بقى أراد إن الدولار يتضاعف فالأستاذ علي العباسي اللي يقولك والله يعني إيه كان عايز 11 مليون دولار اتحكم له ب2 مليون بس طب حضرتك ما دفعتش لي يعني حضرتك يعني ما دفعتش لي ده 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 انت كسبت الجامد ده ده انت كنت زمالك عايز 11 وتحسب له ب2 مليون دولار وكان دولار ب15 جنيه ما دفعتش ليه واي النادي الأهلي ما دفعش ليه كهربا ما دفعش ليه ساعتها ما دفعش ليه انتوا ليه استنيتوا كل ده لغاية مبلغ الضعف طيب نمرة 2 كهربا لعب يوم 12 لعب يوم 12 قعد يلعب يا سيدي شهرين تمام لغاية ما توقف تاني هي الفلوس بتقل ولا بتزيد يعني الفلوس بتقل ولا بتزيد وعاية اقول لكم حاجة مهمة جدا نادي الزمالك لابد ان يستلم 2 مليون وربعمائة الف دولار مش فلوس مصري مش هتحول لي مصري يعني 60 مليون جنيه يعني 65 مليون جنيه لقا القرار كده الدفع بالدولار يعني الزمالك عايز ما يجي يقول لك الزمالك موز مالك عنده فريرا بيقبط بالدولار وعنده محترفين بيقبط بالدولار وعنده لعبها في الطائرة او لعبها في الباسكت او لعبها بيقبط بالدولار فانا عايز فلوسي بالدولار انا عايز فلوسي بالدولار عشان استفيد ما مفيش دولارات فانا عايز استفيد بالدولار عشان ادفعه لمستر فريرا كل شهر ادفعه للمحترف الاجنابي اللي عندي ادفعه للمحترف السلة ادفعه لمحترف الطائرة انا عايز فلوسي بالدولار فمرة واثنين وثلاثة يا اعلامين يا محترمين ولا كهرباء يدفع فلوسه بالمصري ولا كهرباء يدفع الدولار ايام ما كان بخمستاشر جنيه ولا كهرباء كسب القضية ولا كهرباء يحق لي مرة اخرى انه يرفع قضية او نقض لانه خلاص استنفذ كل درجات التقاضي وحكم بات ونهائي لصالح الزمالك والحسابة بتحسب الحسابة بتحسب كل يوم بيعدي الفلوس بتزيد الدولار بيزيد الفوائد بتزيد كل تأخيرة وفيها دولار زيادة وفيها فلوس زيادة وفيها فوائد زيادة فكده كده الفلوس هتدفع لو حد عايز كهرباء يلعب هيدفع له لو حد عايز كهرباء يشارك وهو لعيب مؤثر نمرة اتنين بقى قال لك كهرباء يمكن من يوم اتناشر يلعب طب كهرباء بقى له سنة ونص لو احنا هم نتكلم في الكورة بقى لعيبة كورة بقى واحد بقى له سنة ونص ما لعيبش ماتش رسمي اول ما الكافة يتشال كولر هيروح تاني يوم حطت كهرباء اساسي مثلا يعني هيبقى محتاج وقت قدي عشان يوصل فورمة طب لو احتاج وقت وصل فورمة روح موقوف تاني الاهم بقى عشان انتوا بنتوا عارفين ويمكن انا تحدست كمان مع امير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق قال لي احنا لا نستطيع ان احنا نبعد جواب ليه الاتحاد الدولي نختره ان اللعب لم يدفع الفلوس حتى الان ليه لان ممكن كهرباء يدفع بكرة كهرباء يدفع بعده هو ما زال لديه وقت لدفع الفلوس لغاية انتهاء الاقاف اللي هو ست الشهور اللي هينتهي يوم 11 يناير فلازم يوم 11 يناير او يوم 12 يناير الزمالك يبتدي يبعت للاتحاد الدولي يبلغوا ان اللاعب اللي تم اقافه اعطوه فرصة 45 يوم ولم يدفع وتم اقافه ست الشهور بحكم المحكمة محكمة الكاس محكمة الرياضية الدولية ست الشهور بغرامة مالية تخطط حاليا الاتنين مليون وربعمية وحاجة الف دولار حتى الان لم يدفع الفلوس سيبكم بقى من اللي قاله لجنة الانضباط ويقعد يلعب لشهر التسعة اللي جاي ويقعد معرفش كلام هما في النهاية محامي اللعب هما في النهاية بيبحث عن مصلحة اللعب نمر بقى اهمه اخيرا لا يستطيع كهرباء اللعب ولا كلام علي العباسي المحامي ولا طب اقول لكم ليه لو علي العباسي شايف ان ده القانون بعت يستفسر ليه من الاتحاد الدولي ما خلاص هو ده القانون هو ده النظام وفي الجواب اللي جاي فيش اي حاجة بتقول ان كهرباء يلعب مليون في المية خالص لازم يكون في جواب رسمي جواب رسمي الاتحاد الدولي يحق للعب انه يلعب بعد يوم 11 او لا يحق للعب انه يلعب الا بعد تزديد المبلغ قولا وحدا وبالتالي هو نفسه مش واثق لانه هو اللي بعت الجواب الزمالك ما بعتش حاجة ولا الاتحاد الكرة مصري بعت حاجة ولا النادي الاهلي بعت حاجة ده كهرباء مع المحامي بتاعه هم اللي عملين يتحركوا النادي الاهلي مش متحرك خالص ولا فرق معاه الكمال الاعلام اللي طول الوقت يصور ايه والله كهرباء مع الفلوس والله شركة الكرة ياسين منصور هيتفعه له الفلوس قبل ما تمشي والله والله كهرباء مع الفلوس بس مش هيتفحها عشان خاطر الزمالك يجيب لعيبة جديدة فبعد قفل باب القيد والله كهرباء يحط الفلوس في الحساب اللي محجوز عليه من ممدوح عباس عشان الزمالك ما يستفدش والله كهرباء ما يدفع حاجة وهو نفسه العلي عباسي قال لك عزين بالقسط المبلغ كبير علينا ده اللي قاله علي العباسي فقضية قهرباء دي انسوها الزمالك يسيبها انتصر انتصار بين وكبير على ناس كتير قوي على ناس كتير قوي انتصار كبير جدا انتصروا نادي الزمالك ومجلس إدارته والمسؤولين عنه والمستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور المسك الملف والمحامي الإيطالي وانتصرنا انتصار واضح وصريح في قضية رأي عام كان الناس بتقول على الزمالك مزور بتقول على الزمالك ما وفقش العقد بتقول على الزمالك في عقد اتقال عليه مزور كهرباء نفسه لعب فيه وتقضى أجر وخدمه طوله مع الزمالك يعني أنا مثلا لو أنا شايف العقد مزور هلعب في السنة اللي أنا بقول عليها العقد مزور يعني ده اعتراف بيّن مني إن العقد مش مزور لكن للأسف في ناس ألسنة بتقضى تقول هذا الكلام وفي النهاية انتصرنا عليهم برضو انتصار بيّن ورهيب على هذه الألسنة اللي كانت دايم بتحاول تشوه نادي الزمالك ومجلس إدارته دي بالنسبة لموضوع قهرباء دا اللي حابب أنا كنت أتكلم معاكو فيه بكرة يا جماعة رسالة بقى للعب تزمالك بكرة يا جماعة نادي زمالك عنده مباراة مهمة ومصيرية مع فريق كبير اسمه نادي الإسماعيلي بيمر بظروف صعبة جدا وتغيير في مدربين وأول مباراة لأحمد حسان ميدو مباراة ستقام في استادة القاهرة وفريق لسه مغلوب في المباراة الأخيرة وكان كسبان المطش اللي قابليه وجهاز فني جديد مباراة صعبة الزمالك مش في حالته في المطش الأخير بكرة أعتقد القايمة أعلنت يعني هيكون فيه تشكيل مناسب إن شاء الله الزمالك في استادة القاهرة يستطيع يعني لعبت الزمالك يا رجالة بكرة تتصدروا الدوري العام المصري وتكون دي بداية لمشوار للحفاظ على البطولة للمرة التالتة على التوالي لأول مرة في تاريخ نادي الزمالك فبكرة عندكم مباراة مهمة جدا 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 إن انتوا تستطيعوا من خلالها تتصدروا الدوري العام حتى لو بنفس رصيد النقاط ولكن في النهاية حتى لو بفرق الأهداف مفيش مشكلة لكن معنويا شيء مهم جدا بعد جدول كان صعب في البداية على الزمالك وكان أسهل في البداية على النادي الأهلي ماتشي اللي جاي الزمالك بكرة اسمعيدي عنده أصوان بعديها في أصوان الساعة 3 إلا ربع وأتمنى كل ماتشوات اللي بتتلعب في أصوان تبقى 3 إلا ربع بما فيهم ماتشي الأهلي وعنده الأهلي عنده بيراميز وهي مبرأة انت تخططها واستطعت ان تفوز على بيراميز اللي لسه في فوقان كبير جدا بفوزوا على الاتحاد السكنداري بعد ما تغلب من الداخلية فمهم جدا نحن نركز في مباراة بكرة ونكسب ونجيب الثلاث نقط مش مهم الأداء المهم نتيجة آه طبعا الأداء مهم بس بكرة مهم جدا النتيجة قبل مباراة الأهلي والبيراميز بإذن الله والزمالك وأصوان بإذن واحد أحد اشتركوا في القناة